من العاصمة الاتحادية بغداد ينضم إلينا مراسلنا أحمد فيلي ليحدث عن آخر الأخبار والمستجدات في العاصمة أهلا بك أحمد تفضل أحمد ما الجديد لديك نعم مساء الخير وشفر لكم نوريين وسبير يعني في الحقيقة في العاصمة أهلا بك هناك كانت مراسم تسليم القطع الأثرية المهربة والتي استعادها العراق من واشنطن والبالغة 17 ألف قطع أثرية يعني هذه المراسم تمت في وزارة الخارجية ومن خلال أيضا وزارة الخارجية كان هناك مؤتمر صحفي مشترك بين وزير خارجية الدكتور فواد حسين وكذلك وزير الثقافة حسن ناظم تمت خلال هذه المراسم تسليم هذه القطع إلى وزارة الثقافة وعن طريق خمسة دفعات وزير خارجية أشادة بالجهود الحثيثة التي قامت بها وزارة الخارجية وأيضا السفارة العراقية في واشنطن من أجل استلام أو استعادة هذه القطع الأثرية المهربة من ضمنها لوح قلقامش الذي أيضا تم تسليمه إلى رئيس وزارة مصطفى الكاظمي خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى واشنطن كذلك الوزير الثقافة أشاد بالجهود الحثيثة التي استطاعت أن تستعيد هذه القطع الأثرية وأكد أن هذه عملية استرداد هي الأكبر في تاريخ العراق بالنسبة للأثار المهربة على الطرف الآخر أيضا فيما يتعلق بالوضع الصحي والوبائي في العراق خصوصا مع استفحال اكتشار سلالة دلتا الخطيرة والجديدة على العراق وزارة الصحة تدعم الجهود أو المقترحات لفرض حظر التجول لمدة أسبوعين من أجل السيطرة على الموقف الوبائي خصوصا أن هناك ضغط كبير أن تواجه المستشفيات في عموم العاصمة بغداد وحتى المحافظات الأخرى خاصة مع الزيادة الكبيرة في عداد الراقدين والحالات الشديدة والحرجة والتي تستلزم الرقود في المستشفيات العراقية بسبب خطورة سلالة دلتا وأيضا ارتفاع معاشر إصابات الكل في عموم المحافظات العراقية لكن في بغداد التقل الأكبر كما تعلمون من حيث الكثافة السكانية وأيضا مساببات أخرى تجعل من بغداد تحتل المرتبة الأولى بين المحافظات الأخرى من حيث أعداد الإصابة المسجلة يوميا رغم أن هذا الموضوع فرض حظر التجول لم يكن أيضا في حسابات لجهة حقوق الإنسان النيابية التي أكدت أن هذا الموضوع قد لا يؤثر على السيطرة على الموقف الوبائي في عموم المحافظات العراقية وخاصة العاصمة بغداد بسبب عدم التزام بعض المناطق بهذه الإجراءات بإجراءة الحظر الصحي الذي فرض في مرات سابقة خاصة المناطق الشعبية بحيث وصفوا أن حظر التجول فقط هو يفرض على الشوارع الرئيسية في العاصمة بغداد وهناك أحياء لا تلتزم بإجراءات الحظر وهذا ليس خيارا قد يكون من شأنه أن يسيطر على الوضع الوبائي واستفحال وضع الوبائي والخيار الأمثل هو الالتزام بإجراءات المقايا والسلابة وكذلك الذهاب نحو منافذ التلقيح من أجل التلقي التطعيم وهو الخيار الأول لضمان سلامة المجتمع والمواطنين وأيضا في بغداد وزارة التربية قد أطلقت رواتب الموظفين لبعض مديريات التربية في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى التي رواتب ربما لنت تتأخرت لمدة أكثر من أسبوع تقريبا من مساء يوم أمس أطلقتها هذه الرواتب عن طريق التفعل الإلكتروني وكذلك كان هناك خبر سار للمحاضرين بأن قرب تثبيتهم على الملاك الدائم هذا ما تبحثه الوزارة وهذه بشرة أيضا لمحاضرين أن هناك أمل في التعيين على ملاكات وزارة التربية مع هذا الخبر نعم مرسلنا أحمد فيلي شكرا لك على كل هذه التفاصيل كنت معنا من العاصمة الاتحادية بغداد ترجمة نانسي قنقر